اشتركوا في القناة اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ناسخ ام منسوخ حيث اشكل علي فهم هذا الحديث وخلينا نشوف مع بعض الاجابة بيقول هذا الحديث رواء البخاري ومسلم وليس منسوخا بل هو من الاحاديث المحكمة التي يجب العمل بها وقد جاءت عدة احاديث تدل على المعنى نفسه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله لاخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما اخرجه مسلم عن عبيد بن الجراح رضي الله عنه قال اخر ما تكلم به النبي اخرجوا يهود اهل الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب واعلموا ان شرار الناس الذين اتخذوا كبور انبياء المساجد رواه احمد وصححه ابن عبد البر في التمهيد والى اخر ان الالباني في السلسلة صحيحة قدامكم دلوقتي يبقى الرسول اوصى بطرد من اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال اعلموا ان شرار الناس الذين اتخذوا كبور انبياء المساجد وهنا انا عندي سؤال اين يوجد كبر النبي اللي انتو يعني رسول الله يعني انتو تعالى وحمد اين يوجد مش داخل المسجد وفي حديث تاني بيقول لعن الله يهود والنصارى اتخذوا كبور انبياء المساجد هل بكده المسلمين ملوانين لان كبر الرسول ايه داخل المسجد كلكم عارفين ان كبر الرسول داخل المسجد ثانيا ليه بيجذب على اليهود والنصارى هل اليهود عملوا من كبر موسى او داود او اي نبي عندهم مسجد ادونا اي مسجد فيه كبر نبي ونكمل الاجابة ونشوف والمراد بجزيرة العرب هذه الاحاديث الجزيرة العربية كلها التي يحيد بها البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي وتنتهي شمالا الى اطراف الشام والعراق قال الشيخ ابن باز رحمه الله يجب ان يعلم انه لا يجوز استقدام الكفر الى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى لان الرسول امر باخراج الكفر من هذه الجزيرة واوصى عند موته باخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج كل هذه الدول داخلها في الجزيرة العربية فالواجب ان لا يقر فيها الكفر من اليهود والنصارى والبوزيين والشعيين والوسانيين وجميع من يحكم الاسلام بانه كافر لا يجوز بقاءه ولا اكراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه اليها الا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الامر كالضرورة الامر نعارض ثم يرجع الى بلده ممن تدعوه الضرورة الى مجيئه او الحاجة الشديدة الى هذه المملكة وشبهها كما اليمن ودول الخليج طيب انا دلوقتي بقول لكم ايه رأيه المسلمين لو العالم اتعامل معاكم كده وحرم انكم تروحوا بلدهم بس لسبب انكم مسلمين او لو قرر العالم ان يتردكم من بلدهم وقال اخرجوا المسلمين من اوروبا وامريكا واستراليا وكل الدول مثلا يعني والسبب بس من اجل الدين والعنصرية والتفريق العنصري اللي بيرفضوا العالم كان وما زال بيرفضوا العالم يقوم به المسلمين ونكمل ايه نكمل الاجابة ونشوف يقول كده اما استقدامهم ليقوموا بها فلا يجوز بل يجب ان يكتفي بالمسلمين في كل مكان وان تكون المادة التي تصرف لها اولئي الكفار تصرف للمسلمين وان ينتقي من المسلمين ما يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالاعمال حسب الطاقة والامكان وان يختار ايضا من المسلمين من هم ابعد من البدع والمعاصي الظاهرة وان لا يستخدم الا ما هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها هزه الوجه لكن من ابتلى باستقدام احد من هؤلاء الكفارة كالنصارى وغيرهم فانه علي ان يبادر بالتخلص منهم وردهم الى بلادهم باسرع وقت وانا هنا عادي تعليق يعني عايز اعلق به مين اللي استخرج للسعودية البترول في دول الخليج مين اللي استخرج لكم البترول يعني كسعودية ودول الخليج اصلا مين اللي انتو بتقول عليهم لازم تخرجهم بسرعة اللي بتقول عليهم الكفرة اللي بانوا للمدن النطحات السماء التعليم كل الخير اللي عملوه في بلادكم اللي انتو بتقول عليهم كفر بتقول لازم نتروزهم لولا غير المسلمين كانت الدول دي لسه عايشة في الخيام وخلينا نكمل لما سألوا ابن باز قال لهم ايه سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول للرسول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لكن انا نجد في معظم البلدان الجزيرة العربية وجودا كسيفا للعمالة غير الاسلامية وصل بها الامر الى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى ام الهندوس ام السيخ ما موقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم خلينا نشوف الاجابة بيقولين لقد صحى ان الرسول قال لا يجتمع في الجزيرة دينان وصحى عنه ايضا انه امر باخراج اليهود والنصارى من الجزيرة وامر ان لا يبقى فيها الا مسلم واوسى عند موته باخراج المشركين من الجزيرة فهذا امر ثابت عن الرسول وليس فيه شك وهنا انا عندي سؤال اليهود دول مش احفاد ابراهيم واسلاميا بتقول ابراهيم هو اللي بنى الكعبة يعني ارضهم ليه طردهم محمد ليه محمد خايف اختلاط المسلمين مع اهل الكتاب هل كان خايف ينكشف امر ان الناب كتاب وخلينا نكمل الاجابة والواجب على الحكام ان ينفذوا هذه الوصية كما نفسها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه باخراج اليهود من خيبر واجلاقهم فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع اجزاء الجزيرة عليهم جميعا ان يكتهدوا كثيرا في اخراج النصارى والبوزيين والوسنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة وان لا يستقدموا الا المسلمين هذا هو الواجب وهو مبين بينا جليا في قواعد الشرع الحنيف فالمقصود والواجب اخراج الكفار من الجزيرة وان لا يستعمل فيها الا المسلمون من بلاد الله ثم ان عليهم ايضا ان يختاروا من المسلمين فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة وعنده من الشر ما عنده فيجب على من يحتاج من المسلمين ليستأجرهم ان يسهل اهل المعرفة حتى لا يستقدم الا المسلمين الطيبين المعرفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة اما الكفار فلا يستخدمهم ابدا الا عند الضرورة الشرعية اي التي يقدرها ولاة الامر وفق شرع اسلام محدة ولا يجوز ان يبنى في الجزيرة معابد للكفرة ولا النصرى ولا غيرهم الى اخر الكلام وقدامكم الكلام ممكن تروحوا تكملوه يعني محدش يقول ان الاسلام دين سلام ولا ان الرسول اوصانها باهل الكتاب وكل الاشعايات اللي انت قاعد فيها مسلم محمد كان عنصري وبيكره وجود الناهد والنصارى وامر بتردهم وعندي سؤال لما القرآن قال لمحمد ان كنت في شكا مما انزلنا اليك اسأل الذين اقرأون الكتاب من قبلك يسألهم ازاي وهو عايز تردهم وهما اصلا يعني يسألهم ازاي هما ملهمش وجود معاه فطبعا ده سؤال على السؤال والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة